السلام عليكم هلا والله بالشباب حياكم والله مقطع جديد حلقة جديدة من سوف نعود اي سي ميلان يا عمري قبل ما بتدي اضغط لايك اشترك بالقناة فعل زر التنبيهات ووصل هذا المقطع اكثر من 3000 لايك وشكرا على الدعم بالحلقة الماضية وصلنا بها اكثر من 5000 لايك عدت السلسلة من جديد على موضع الانتقالات خليتها سلسة بعضكم كتب لي او كثير معكم كتب لي بالتعليقات خلي الانتقالات سلسة يا مصطفى فعدتها يا شباب بدا مننا احنا ببدايتنا اريد اشكر يا شباب اسامة ج دوهري صاحب التعليق اللي جيبت من خلاله او اللي حطيتها دوري اللاعبين من خلال تعليق يا شباب باللاعبين المرشحين شوفوهم بكل مركز حاط لي خمس او ست لاعبين صراحة اذا شكرا لان تعب وكتب يعني كثير لاعبين بس معهم اسم اللاعب مع النادي فخلي الشيء اسهل الي بالبحث عن لاعبين حتى اللي ناسي الذكرت ومثل ما شوفوهم كل المراكز موجود الا حارس المرمى ما اعتقد كتبنا حارس مرمى المهم عندنا دونورومو هو يعرف هذا الشيء فأكيد عليه ما كتبنا حارس مرمى لاننا مو بحاجة الى حارس مرمى خلي شوف تشكيلتنا طبعا هذي تشكيلتنا اعتقد راح اغيرها من هسه الى الاربع ثلاثة ثلاثة ونبدي عليها نشتري اللاعبين طبعا احنا رادنا قلب هجوم ورادنا ايضا جناح يسار وجناح يمين من ناصر راح اخلي اعتمد عليه ميزانة الانتقال عندنا 132 مليون حاليا عندنا ساكا فاتي بولزيج وايضا سامتي ماكسيموم وفينيسيوس جونيور هذول يا شباب اريد واحد من عدهم راح اروحوا هي الاصغر عمر انس وفاتي ما راح اطلب لاعب حاليا يا شباب بسبب اني اريد المستكشفين اول شي شوفون اللاعبين يستكشفوهم حتى اعرف اسعارهم اليوم راح نلعب ثلاث مباريات تشيلسي وايضا ريفار كوزين مع ولفر هامتون اوكي يا شباب مباشرة دخلنا المباراتنا الاولى ضيد تشيلسي وانشاء الله نقدم بها مباراة ممتازة ونشوف الفريق كيف راح يكون بهذا اللقاء يلا يلا براهيموفيتش ها يلا لا شنو هذي لا يا حبيبي لا يا سلام يلا هيا اووووووووووووووو اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا اه خلص اه فراهموفيش يا سلام ويمكن هيا شنو هذي فراهموفيش شنو هذا يلا هدف ثاني هدف ثاني يا شباب هدف ثاني يلا يلا اضرق اوه الحارس خلاص اول مباراة فزنا علي ترسي مباراة صعبة كانت عرض بـ 17 مليون لي لوكاس باكيتا ما ابيع على الصراحة ما اريد ابيع اللاعب حاليا قيمة اللاعب 19 مليون رودريغو قيمة 23 مليون انسوفاتي ما عنده شهر الجزائي رودريغو عنده شهر الجزائي سعره مرتفع اكثر فينسيو 56 أوبي ميكانو او ايدر ميليتاو من اللي نشتري طبعا اول لاعب راح اطلبه هو انسوفاتي صاحب 17 سنة 19 مليون يمكن نقدر نشتري 18-17 ان شاء الله واذا 20 مليون عادي ادفع ما عندي مشكل ومع كيكي ستيتي ليش؟ ليش يا شباب ولا هذا مدربهم كوموند انا جاي لعب نسخة 2021 لو لا راح تفع 15 مليون اوكي ريدر 19 و900 راح امطي 20 مليون بس بدون لا ياخد رسوم عند بيع اللاعب اوكي وافق مباشرة 20 مليون اشترينا انسوفاتي او قبلة الادارة هسا مفاوضات مع اللاعب نفسه يردون دور الفريق تدوير عادي ما عندنا مشكلة تدوير اساسي ما عندنا مشكلة احنا خمس سنوات مدة العقد بدون شرط جزائي كم الراتب يا شباب ماذا كم راتب انسوفاتي راح امطي 30 مليون بخلي نشوف اشي راح يقولون يعني الراتب هو ايه 17 سنة عمره والله ما اعرف كيف الرواتب يا شباب كيف تقاس اعتقد نطيته راتب كبير يعني انسوفاتي اعتقد حلقة اليوم فقط انسوفاتي نشتري به هسا عندنا مباراة ضد ليفر كوزن فاتي ما موجود بهذه المباراة بعدما ايجاننا او ايجي والله ايجي مباشرة هسا مباراة ضد ليفر كوزن ورح نجرب انسوفاتي يا عمري وان شاء الله يا شباب الحلقة القادمة كتبولي بالتعليقات هل اشتري جناح يمين او لاعب خط وسط اكيد لاعب خط وسط صانع العاب يعني خلف المهاجم هو انا اللي بيحاشته اكيد انا هذا اللي اشوفه بالفريق حالية بالنسبة للارقام ان شاء الله نغيرها باذن الله هذير سعره مرتفع حيل سعره مرتفع يا شباب يلا يا عمري لوكاس بكيتا والهدف الاول او 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 هي سلام دون روا vess! الشيرة فاتي 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 سريع 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 جيد جيد يا شباب بالنسبة الءريرة جيد رهيب يلا 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 لا 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 يا العارفة لا بل فالك الله يا سلام يا ولد يا الله 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 بكيتها بكيتها يلا يلا براهيم اوبيتش يا سلام وحدك وحدك ابراهيم لا تضيع ما يضيع ما يضيع ما يضيع ما يضيع ما يضيع يا عمري هدف ثاني براهيم اوبيت اها لا اوه مرت يلا بن ناصر يلا يا بن ناصر يا سلام يا ولد اه يا بن ناصر حلوة 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 تأخرت بها يلا براهيم اوبيتش شنو هادي والله غريبة هاد ضربة الرئيس هادي اوه ضاع ضاع والله ظنيتها جول يا سلام بن ناصر يلا يا بن ناصر يلا يا شباب براهيم اوبيتش بنا لا 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 سيء 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 طلعت براهيم اوبيتش يا شباب اكيد لاعب كبير لازم يرتاح بس احنا نحتاج لخبرته فاتي يلا يا فاتي يا سلام يا ولد يلا يا لعيب يلا يا عمري يا سلام على الميلان يلا انطي يلا 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 وين يا حبيب وين سويت ايضا تبديلين اه 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 لا 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 دربالك يلا 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 يا شباب يلا اضرب لا 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 خلاص نايت المباراة فزنا 2-0 مباراة الثانية على التوالي انفوز وفريقنا يقدم مباراة ممتازة هساعدنا المباراة الثالثة لليوم يا شباب واعتقد نفس التشكيلة راح انزل به هون انسفاتي هاذي الجوهرة شنو فايدتها يعني انت ادرب اللاعب ولا شنو اخر مباراة ويلفر هامتون يلا براهيم اوبيتش يلا اه يلا اوه دفاع يلا اضرب يا ولد يلا براهيم اوبيتش يلا اه يابراهيم اوبيتش يلا هاذي جول كتا لوكاس بكتا يا عمري والهدف الاول هالله 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 براهيم اوبيتش يلا هيا جول والهدف الثاني يا عمري 2-0 ياسلوب اوه يلا فاتي هيا اه الدفاع يلا فاتي يلا انت يلا براهيم يلا ثالث 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 يا عمري هدف ثالث ثلاثة صفر لا خلص 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 الله الله بالناصر يا سلام يلا بس له عرف أصوب من بعيد يا سلام ما سونا تغييرات يا شباب بالوقت خلص خلاص 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 انتهت المباراة يا شباب فزنا بهذا اللقاء المباراة الثالثة على التوالي فوز طبعا أخذنا البطولة أعتقد الودية لهذه فقط المجموعات أوكي كانت المجموعات ساعد المباراة ذات توتنهام إن شاء الله بالحلقة القادمة رح أكتفي بهذا القدر بحلقة اليوم يا شباب إن شاء الله بالحلقة القادمة نشتري لاعب آخر بإذن الله وأنتو كتبولي بالتعليقات بعدنا بالشهر جولاي شهر جولاي فبعد عدنا الشهر ونص على نهاية فترة انتقالات على كيفنا نشتري بكل حلقة لاعب أو لاعبين نحتاجين بعد أعتقد جناح يمين قلب هجوم لاعب خطوصة لاعب قلب دفاعين خمس لاعبين أو أربع لاعبين بحاجة إحنا لهم بعد يا شباب فهمشي ضغطوا لك شتركوا بالقناة فعلوا زر التنبيات وصلوا على المقطع أكثر من التالف لايك شكرا مشاهد حتى هذه اللحظة وفي أمان الله